المدرب الأجنبي ساب الأهلي أعضاء اللجنة العليا اتناقشوا في أمر تدريب فريق كرة القدم وجه في محضر جلسة 9 يوليو سنة 1926 عرض حضرة السكرتير على الهيئة ضرورة إيجاد مدرب لأعضاء فريق الكرة وبين أنه يمكن توفير ماهيته من إرادات النادي فتقرر مخابرة الاتحاد الإنجليزي لانتقاء أحد المدربين الأخصائيين بمرتب لا يزيد عن 300 جنيه في العام ونتنقل للجمعية العمومية اللي انعقدت يوم 26 نوفمبر 1926 الجمعية اللي شهدت إضافة مبلغ 50 جنيه في مشروع الميزانية لذمة إنشاء مرسح توطئة لإنشاء فرقة تمثيلية بالنادي أيها كده زي ما سمعته بالضبط مكتوبة مرسح وبالمناسبة والحد النهاردة في لسه كبار رواد المسرح بيقولوها كده مرسح طب ليه؟ لأنها في الأصل مرسح بمعنى أرض فضاء منبسطة فتطورت وبقت مرسح قبل إنشاء مصرح في النادي كانت الحفلات بتقام إما في الحديقة أمام صالة راتب أو بالصالة نفسها في الشتاء فكان قرار إنشاء مصرح للنادي الأهلي وإنشاء فرق التمثيل بمثابة إيمان من اللجنة العليا بالدور الفني للنادي الأهلي عشان يكون النشاط الفني في الأهلي طوال العام مش بس في المناسبات والأعيات في نفس الجامعية العمومية يوم 26 نوفمبر 1926 وزي ما جه في محضر الجامعية تولي الاقتراح المقدم من حضرة نجاتي بيك أباظة عضو النادي بشأن إدخال لعبة الجلف بالنادي فوافقت الجمعية العمومية على ذلك وأحالت تنفيذه إلى اللجنة التنفيذية لإجراء اللادم وهكذا دخلت للنادي لعبة جديدة تضاف للألعاب اللي بيمارسها الأعضاء